أستاذ جميل نفس السؤال هو هو هسألك زي ما تقال كده عليك أن ترتدي قبعتين قبعة الكاتب ورئيس التحرير وقبعة عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وأنتم طلعتوا مجموعة من التوصيات حدث كيفما أردت وذهبت إلى رئيس الجمهورية والرئيس كلف الحكومة الجديدة بسرعة التنفيذ شوف يعني أولا يعني تحيات لحضرتك ولكل سادة المشاهدين وكل التحية للسادة الوزراء السابقين لما أنزوه ولما سهموا فيه في خدمة هذه الأمة دلوقتي إحنا بنتكلم عن هذه الحكومة الحقيقة ومهم نقول ده إنها بتعكس فلسفة يعني أنا بتوقف أمام بعض الملاحظات على هذه الحكومة ده مش معناه أن الحكومة اللي فاتت فيها مشاكل أو عيوب ولكن التغيير ده سنة الحياة لكن ما لفت انتباهي في هذه الاختيارات رقم واحد إنه فيه عقل إدى نفسه وقت طويل جدا يفكر ودور عن عقول مهنية عقول مهنية وعقد عليها أمال كبيرة في أنها تعمل نقلة أو حركة في المشهد العام في الشارع المصري واخد بالحضرتك ومعظمهم يعني الأمانة يعني من خلال متابعات ليهم بشكل شخصي أو للسيارة الذاتية بتاعتهم لهم بصمة في مجالهم وهناك كمان أمال عريضة في أنهم يقفزوا قفزات ملحوظة ملحوظة لكن برضو إحنا بنتكلم إحنا مش عايزين نفتح السقف الآخرة ونقول بكرة ستمطر السماء يعني انخفاض في الأسعار وفلوس ومش عارف الكهرباء بلاد الشرق تفيد ولبنان وعسلان المسألة مش كده مش كده خالص الناس تأخذوا وقتها لكن فكرة أنه لأ رأس الدولة المصرية عقله فين مع المواطن صح لما كلف الدكتور مصطفى مدبولي قال له تكليف يقوم على واحد اتنين ثلاثة واحد تطوير بناء الإنسان الأسعار المشاكل الحياتي التضخم قضايا الأمن القومي خد بالحضرتك ده رقم واحد رقم اتنين الرئيس وصل ده فين في كلمته في تلاتين ستة وقال أنا حاسس بالمواطن وحاسس بالمشاكل طب يبقى إذن الأهم عندي أنه هناك اهتمام كبير جدا بمشاكل المواطن وبالتالي كل التحركات التي دارت في الاختيارات كان بطلها مين بطلها المواطن طيب هل إحنا يعني وإحنا بنقول مع بعض إحنا يعني محتاجين أنه قفزات سريعة وتحركات سريعة آه محتاجينها لكن إجبارية مش إجبارية لأنه لا يمكن أنت بتدي الناس وقتها وبتفكر وتاخد وقتها وتاخد قرارات وهو إلى آخره لكن فيه حاجات بالضرورة لازم كلنا نركز فيها كل مؤسسات الدولة تركز فيها والإعلام يركز فيها والسياسين يركزوا فيها والحوار الوطني اللي حضرتك بتتكلم عنه يركز فيها وعايز أقول لك أنه أنا بأمانة يعني أشم رائحة الأجواء بتاعت الحوار في الهكومة خد بالك هذا الحوار الذي ضم كل التيارات السياسية والعقول المختلفة من مشارب الدولة المصرية ومشارب هذه الأمة أنا أجدها في الهكومة لأنه في الهكومة فيه ناس معلش أنت أولا ركزت على حاجتين المهنية والعمر متوسط العمر 56 الحكومة الفات كان 64 وأخذ بالحضرتك أنت بتكلم في أعمال أعلى أعلى عمر وزير العدل 71 وزير الإسكان 42 وأخذ بالحضرتك وبالتالي أنت هنا يعني بتحط معيارين بس في النهاية مش هم الحاكمين الكفاءة هي الحاكمة خذ بالحضرتك أي أن كان يطلع 71 أو يطلع 42 كفاء وقدرات الكفاء وقدرات وبالتالي هنا فكرة المواطن فيه الحوار الوطني اتكلمنا كتير جدا عن وزارة على سبيل المثال من مخروجة الحوار زي وزارة الاستثمار أخذ بالحضرتك الحوار كان فيه الروح اللي هي الجيلية والمهنية والحوار تكلم على دمج الوزرات دمج الوزرات وأخذ بالحضرتك الروح الروح الجيلية والمهنية في نفس الوقت ده الحوار الوطني الحوار الوطني تقدم للرئيس 97 توصية في افطر الاسرة المصرية في 5 أبريل قدمهم الأستاذ المنصق العام الدكتور ضياء رشوان لسيد الرئيس وهذه التوصيات أنا في تصوري أنها سمارها ستأتي خلال الفترات القليلة الماضية